مساء الخير عليكم من لندن. اللي انتو شايفينه ده من اهم مميزات الحياة في دول اوروبا بريطانيا امريكا كندا ونيوزلندا واستراليا المساحات الخضرة الواسعة اللي انت ممكن تستمتع بيها لوحدك او مع ناس قليلة. انا في بارك موجود في جنوب لندن. وزي ما انتو شايفين كده عشان الجو حلو النهاردة. انا بتمشى في مساحة وسعة جدا من الخضار. تريح عينك. ببلاش طبعا. ما بتدفعش فيها ولا مليم. بتيجي تنبسط فيها لوحدك او معالتك او مع اصحابك. لما بتيجي هنا ما بتلاقيش الناس كتيرة. بتلاقي كام واحد قاعد جنبك. وبيستمتع زيك زيه. وكل واحد عنده الخصوصية بتاعته. محدش بيحاول يقرب منك. محدش بيحاول يغلس عليك. ليك مساحتك. عاوز تلعب كرة هنا. انت ممكن تلعب كرة. عاوز تعد تسترخي. ممكن تعد تسترخي. عاوز تجري. عاوز تعمل اي رياضة تقدر تعملها. محدش هيقول لك لأ بتعمل ايه? وبتعمل الكلام ده ليه? عاوز تعد زي الناس القاعدة دي وتعمل وتشرب شاي او تشرب عصير. تاكل حاجة. محدش هيقول لك اي حاجة هنا دي من اجمل مميزات الحياة في الدول اللي زي بريطانيا. ان ليك الخصوصية. ليك الكلام ده ببلاش. تقدر انك انت تستمتع ببلاش. محدش بيطلب منك فلوس عشان تستمتع بالجمال ده. وبالقدار دي. وبالالوان اللي بتريح عينك. الكلام ده هتلاقيه هنا في بريطانيا. هتلاقيه في نيوزلندا اكيد في استراليا. في دول اوروبا كلها باختلافها في كندا وكمان في امريكا. وبس كده. واحلى مساء عليكم من لندن. خلينا ياخد لكم لفة كاملة كده. عشان افرقوا على الكمال ده. ساعة غروب الشمس. النهاردة يوم السبت.